هنا في هذا المكان علوة الفلوجة المركزية في حي جولان يتم توفير المواد الغذائية والخضروات والفواكه من أغلب مناطق العراق إلى هذه العلوة ما يقارب من 80 إلى 100 طن من الخضروات والفواكه يتم جلبها إلى هنا ويتم تصريفها إلى داخل مدينة الفلوجة والمناطق المحيطة بها السائقون الذين يركبون سيارات الحمل ويأتون بالخضروات إلى هنا يطالبون بتسهيل الإجراءات الأمنية عند مداخل المحافظة والسيطارات المركزية لأن التجديد عند السيطارات سيؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية التي يتم جلبها إلى هنا هناك تعاون كبير حسب ما أكدوا المواطنون هنا من القوات الأمنية في السيطارات الداخلية في مدينة الفلوجة علما أن أوقات حضر التجوال مستمرة في مدينة الفلوجة أما في هذه العلوة فهي تفتتح من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء الأمن الاقتصادي في الفلوجة يقوم بزيارة هذه العلوة بشكل متكرر من أجل الحفاظ على أسعار المواد الغذائية إضافة إلى أسعار الخضروات والفواكه لأن لا يتم استغلال هذه الظروف الحالية من قبل ضعاف النفوس التزام جيد من قبل المواطنين في المدينة بقرار حضر التجوال هنا في هذه العلوة هناك تعاون كبير بين الذين يقومون بالتصريف المواد الزراعية هنا المحاصل الزراعية وبين المواطنين هنا رأيت الكثير من الفقراء الذين يتجولون ويحصلون على ما يحتاجونه من الخضروات والفواكه بشكل مجاني هناك تعاون كبير بين المواطنين فيما بينهم من أجل أن تتعدى هذه الأزمة أزمة وباء كورونا وهنا الناس متعاونون فيما بينهم هناك تعاون كبير بين المواطنين والقوات الأمنية الكل يشد بعضه بعضا من أجل أن تبقى محافظة الأنبار خالية من وباء كورونا لقناة الفلوجة سلام خالد الأنبار